رجاء يا جماعة لا تنشروا حديث مجذوبة أو كلام لا يصح أو كلام منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من كم يوم لفت نظري على الفيسبوك منشور بيتكلم على أن شهر رمضان فاضل عليه كم يوم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغتم الناس بشهر رمضان حرمت عليكم النار طبعا لفت نظري الكلام ده وقمت بالبحث عنه اتضح أنه ليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف ولا مجذوب ولا موضوع ولا حسن ولا أي كلمة منه وردت في أي مصنف من مصنفات الحديث ليه بقى لازم نتوخي الحذر أولا لا يصح أن احنا ننقل كلام وننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله لأن ده يعتبر يعني مصيره في الآخر النار ليه هنقع في الآخر احنا بقى في الحديث الصحيح الورد في الصحيح البخاري ورواي عبد الله بن عمر رجل الله عنه وقال فيه بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فيعني إحنا إلا هنستفيده لما ننسب كلام غير صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم بلاش عملية الاستسهال في حكاية النشر وتبادل الأخبار وتبادل الكلام وتبادل الحديث وأنا مش عارفة مدى صحتها لأن كلمة حديث أصلاً اصطلاحاً معناها هو كل قول أو خبر أو تقرير أو فعل أو وصف قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله وإحنا زي ما وسائل التواصل مسهلة قوي عملية النشر والتبادل أن أنا أعمل نسخة ولصقة أو أعمل مشاركة أو الكلام ده كله فمسهلة برضو عملية البحث بس هي الناس بتستسهل شوي يعني دلوقتي بالنسبة للناس اللي بتستخدم نظام الأندرويد على الجوالات فعندها على البلاي ستور هتلاقي برنامج اسمه الباحث الحديثي ممكن أحط الرابط بتاعه في صندوق الوصف بعد الفيديو الميزة في الباحث الحديثي ده أن أنا أي حد نشر أي كلام منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه كلمتين تلاتة من هذا النص وأحطه في المستطيل الخاص بعملية البحث مجرد أن أنا أعمل سرشة أو أعمل بحثة هيطلع لي عدد الأحاديث كلها التي وردت فيها هذه الكلمات ومش بس كده ده موجود كمان مع الشرح موجود مع مدى صحة الحديث من حيث الضعف أو أنه حديث حسن أو مجذوب أو موضوع أو صحيح هيكون عندي كمان حكم بعض الأئمة على الأحاديث مثل حكم الإمام الألباني والإمام الألباني من أحكامه على الأحاديث ما شاء الله يعني لها مصنفات فنتوخى الحذر علشان ما نقعش فيه الجزء الخاص به من كذب علي متعمداً فليتبوق مقعده من النار وبالنسبة برضو للناس اللي بتستخدم الآيفون أو بتنزل البرامج بتاعتها من على الأب ستور هتلاقي برنامج خاص بالبحث عن صحة الحديث أو مدى حكم بس حبيت حبيتاً الكلام ده لأن الناس بتستسهلوا مفكراً الموضوع سهل قوي وأن أنا لما أشارك كده بأخذ حسنات لما أشارك كده دخل الجنة لما أشارك كده حر مات علي النار فالموضوع مش كده ده ممكن يجي بالعكس ويجي بالوبال علي وخصوصاً الناس بتتنقل من بعضها بسهولة جداً بس كده والسلام عليكم ورحمة الله